اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب أحد نجوم النادي الأهلي في عصر من العصول الذهبية للنادي الأهلي نجمة كبير كابتن محمود سامير زكا محمود حبيبة كابتن سامير الحمد لله وحيشني وحيشني جداً ودائماً باتشرف لما كن متواجد معكم شرفين يا حبيبي ربو راح ومعبودة في قناة نادي الأهلي انت أخبارك ودني عامل الحمد لله الحمد لله نهاردة كانت مباراة مش هستكلم عن مباراة الأهلي كتير الحقيقة لأنها مباراة طبعاً كويسة وبداية موسم وكل حاجة ولكن في النهاية هي مباراة في دور الاثنين وثلاثين في ذهاب دور الاثنين وثلاثين دايماً بننظر إلى ما بعد طبعاً بصك يا طبعاً البدايات مهمة جداً خاصة لما يكون جهاز فن جديد جاء لنادي الأهلي وعارف قيمة النادي الأهلي فالمكسب ده مهم جداً ليه كجهاز وكلعيبة واكتساب الصقوة وللجمهور فمكسب في ذهاب دور اثنين وثلاثين فدي ببداية كويسة جداً لنادي الأهلي خاصة بعد عودة المصابين وفترة إعداد محترمة الفترة اللي فاتت مع الصفقات الجديدة فبداية كويسة أي نعم الفوز اتأخر النهاردة شوية في آخر المباراة في الديها تلاتة وتسعين لكن فوز مهم جداً لنادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر